لن يترك جوزيف بلدته لن يتهجر منها مرة ثانية لن يبيع أرضه لو سرق ألف مرة في منطقة أمنية تغيب عنها كاميرات المراكبة وبكل ثقة تسلل عدد من اللصوص إلى هذا المنزل ينفذ عملية سطو مدروسة استغرقت وقتا لم تسلم منها حتى تنكات الزيت والزيتون مصر أدوات كهربائية غاز شي خاصة عدة مشروب ناخدين وقتهم كثير لأنه لدرجة أنه قنيت الغاز فيك كالساعة فاكت مش قطش نبريش يعني أول مرة أجوا سرقوا وعزلوا عزلوا 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 ونحن هون فعاليات عندنا بالمنطقة ما عبي يهتموا وآخر همون بلهم المسؤولين عنا من نواب من رجال دين بلديتنا عاطلة جدا لا في حارس موجودين كلهم سوا بس ما بيشتغلوا شي ما بيجوا بس كوا أمنية أبدا ما بتعمل شي يعني لدرجة نهار الأحد تصلنا فيهم كان في واحد عبي يولع قال ما عنا قلية لننزل بس عندهم قلية لا ينزلوا إذا شي واحد عبي يعمل له شي حفة أو عبي يزرع سجرة دغرب ينزلوا هني ما عبي يهتموا تحتالي خلوك تضل بأرضك هني آخر همون عندهم كراسيون عندهم معاشاتهم لا نحنا باقيين هون أدمن هيدا وباقيين يحو شايفني جاي راجع تأرجع بلش عن جديد كاميرات ما طالت الضيعة كلها بيقولون لنا لأنه في أسباب أمنية هني عارفين وين في كاميرات وين فيش كاميرات هاي المنطقة طالع ما فيها كاميرات فاتوا منها بيعرفوا البيت اللي حتى يجوا من هون دغري أول شي إيش شين 11 شرتين كتزايت زيتون جديد كانوا تحت والطابق التحتين ورجعوا في ثلاث تناكات زيت ألي سرقين موني شي 30 مرتبين زيتون وسرقين تقريبا شي 25 مرتبين لبني كله إياس كبير عدا عن الإشيات كهربائية اللي أخذينا هون من بيت الإستجان شعار سرقوا كل شي ثمين بالبيت فوقه تحت هيدا شي عار وعيب نحن نقول أنه لازم تتعزز قصة الكاميرات بدون ما نزعوش حدا بهذا الموضوع ومفروض أنه البلدية تعين حراس كمان طبعاً هذه حرامية صغار نحن مبليين بلبنين بقصة أكبر بالحرامية الكبار تكررت عمليات السرقة في كرة العيشية والجرم قضاء جزين فليست المرة الأولى التي يشرق فيها بيت بكامله ولن تكون الأخيرة في ظل غياب كامل للدولة